وزارة الداخلية نشرت امبارح ايضا فيديو عن استقبال مركز الاصلاح والتأهيل في واد النترون لوفد من المجلس القومي لحقوق الانسان بالاضافة ايضا لمتابعة تجهيزات المركز وبرامج الاصلاح اللي بتتم لتأهيل النزلاء وده ضمن منظومة السياسة العقبية الحديثة اللي بتتبعها وزارة الداخلية يستقبل مركز الاصلاح والتأهيل واد النترون منذ انشائه زيارات متنوعة من وفود ومنظمات حقوقية واعلامية محلية ودولية لمتابعة والاطلاع على ما احدثه من طفرة في منظومة السياسة العقابية في مصر من ضمنها وفد من اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان جاء لزيارة المركز للاطلاع على الاحوال المعيشية للنزلاء ومدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حيث جاء انشاء المركز تماشيا مع تلك الاستراتيجية الحقيقة الفكر والنظرة اللي بتحكم انشاء هذه المؤسسات بتعبر عن ادراك ووعي بحقوق الانسان لهؤلاء الذين ارتكبوا ما وضعهم في نزاع مع القانون وترتب عليه ادعهم في هذه المؤسسات قام الوفد بزيارة المركز الطبي داخل مركز الاصلاح والتأهيل والذي يعد صرحا متميزا بتقنياته الطبية والصحية المتطورة وما يوفره النزلاء من رعاية طبية متكاملة في كافة التخصصات ولكافة الحالات وتابع الوفد الحالة الصحية لبعض النزلاء الذين يتلقون لعلاج داخل المركز اللي احنا بتجوفه دلوقتي هو تطبيق عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان سواء العيادات الموجودة سواء الغرف الخاصة بالرعاية المركزة مهم جدا يعني الصحة أنا بحتم بصحة النزيل ودي حاجة كمان بحارتني الحقيقة انه في كل وسائل اللاجية فده شيء كويس جدا انتقل الوفد إلى زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والسلوكية حيث تحرص وزارة الداخلية على تطبيق برامج اجتماعية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم من خلال ندوات تثقفية ودينية والحرص على محو أميتهم من خلال فصول محو الأمية ده مكان مناسب لكل شخص انه هو بيقضي فترة العقوبة بتاعته وبيخرج من بعد قضاء مدة العقوبة بعد تأهيله التأهيل المناسب دي من أحد المكومات الفلسفة العقوبية الجديدة هو إنشاء مراكز التأهيل وفكرة تغيير كلمة السجن كلمة اللي كانت درجة في الماضي وعلى مستوى التأهيل المهني تابع الوفد خلال زيارته أساليب تأهيل النزلاء مهنيا من خلال إكسابهم حرف متنوعة تكون زادهم عقب قضاء فترة العقوبة ويتم العمل على إتقان النزلاء لهذه الحرف المختلفة الصناعية والزراعية واليدوية كما شهد الوفد منتجات النزيلات من المجغولات اليدوية ذات الجولة العالية ودقة صنعتها وكذا دور الحضانة لمساعدة النزلات على قضاء وقت مع أطفالهم في مراكز تأهيل ورش للنجارة والمشغولات اليدوية للكهرباء لخلافه وبصراحة يعني أنا عايزة أوريكم قد إيه كانت المشغولات اليدوية اللي بيعملوها حقيقي مبهرة الجميل كمان أن هما من حقهم أن هما يخضوا مقابل لها المقابل ده يحتفظوا بين نفسهم أو يدول عائلتهم ودي حاجة جميلة جداً هذا المكان أنا متأكد أنه يحافظ على آدمية وكرامة النزيل منذ لحظة وصوله إلى قضاء عقوبته تأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تعد تجربة نوعية وإنسانية فاريدة في منظومة الإصلاح والتأهيل في مصر تتماشى مع المعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان عبدالله بركات التلفزيون المصري